مرحبا بكم في قناة أرض الخبر كشفت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الثلاثاء عن تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا المستجد أوميكرون وأفاد معهد باستور الجزائر بأن الإصابة تم رصدها لدى سائح أجنبي وصل إلى الجزائر في العاشر ديسمبر حيث خضع عند وصوله إلى فحص جيني في مطار هواري بومدين بالعاصمة أكدت نتائجه إصابته بمتحور أوميكرون وكانت منظمة الصحة العالمية قالت أمس الاثنين إن أوميكرون الذي رصد في أكثر من ستين دولة يشكل خطرا عالميا كبيرا مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات لكن البيانات عن شدته ما زالت محدودة